السلام عليكم حديثنا عن السلطان أبو الحسن المريني أو السلطان الأكحل فأمه حبشية نشأ نشأه صالحة محافظا على الفروض وقيم الليل متواضعا عادلا يقيم الحدود حتى على أقرب الناس له فأقام حد الخمر على ابنه كان صاحب همه عالية محب للعلم والعلماء اهتم بتشييد المساجد والمدارس والبنية التحتية من قناطر وجسور وسقايات وإضاءة وترصيف شوارع ومحطات المسافرين وأنشأ مستشفيات عامة ومتخصصة ودور العجزة لم يترك يتيما إلا دفع له كفالة مالية كان خطاطا فخط بيده ثلاث مصاحف وأهداها للحرمين والقدس وجعل أوقاف لمن يقرأ بها حكم أبو الحسن المريني دولة بني مرين قرابة عشرين سنة حاول فيها توحيد المغرب وضم تونس والجزائر سلطانه لينطلق إلى الأندلس فنجح في البداية واسترجع جبل طارق ولكن بسبب ثورات داخلية وخذلان وخيانات لم يستطع إكمال المسيرة وتعرض لهزائم عديدة قوية وقد ثار عليه ابنه أبي عنان المريني وخلعه أقرب قادته بسبب تعريضهم لأخطار وإنهاكهم في معارك يهزم في أغلبها وقد توفي أبو الحسن المريني شريدا طريدا وبعد وفاته ندم ابنه أبي عنان واستقبل نعش والده حافيا حاسرا باكيا رحمهم الله جميعا ترجمة نانسي قنقر